مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الثاني المتوسط علمهج الجديد درست اليوم على يونت السادس الدرس العاشر والأخير أو درس القصة قصة جاد وجوني جبال الأل قبل ما نبدأ بالدرس لا تستطيع الاشتراك بقناة اليوتيوب فيسبوك لا تستطيع سلمدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الثاني المتوسط نبدأ بالدرس الدرس السادس الدرس المخصص للقصة جاد وجوني قصة جبال الألب قصة جبال الألب استنع اقرأ واكتشف اكتشف أجوبة هذه الأسئلة بالبداية منطني ثلاث أسئلة يقول لك بعد ما تقرأ القصة المفروض يجاوبنا على هذه الأسئلة ما هي الأسئلة يقول لي ما الذي يتحدثون عنه الأولاد في هذه الحافلة الصغيرة لماذا جاد لم يخرج من السكيلفت؟ من طريقة التزلج وما الذي حدث لجوني؟ الآن نجي نقرأ القصة ونوضح مفرداتها ونجاب على الأسئلة هذه والأسئلة ستجينا بكتاب النشاط طبعا هذه القصة قصة مطلوبة ليست قطعة وإنما قصة تجينا بالسؤال المخصص للقصص توم هل يمكنك أن تقود ببطء رجاء؟ لا تقلق قال توم لا تقلق أنا أعرف ما الذي أفعله كنا جميعا في الحافلة الصغيرة وكنا نقود باتجاه جبال الألب هي أكبر سلسلة جبال طبعا رينج معناها سلسلة أكبر سلسلة جبال في أوروبا كنا مرتفعين جدا كان هناك جبال طويلة في إحدى جانبي الطريق وكنا مرتفعين جدا وانحدار كبير جدا في الجانب الآخر هذا جميل جدا قال عزيز هذا الشيء جميل جدا ربما سوف أكون سائق حافلة عندما أكبر هذه المعلومة حفظوها عزيز يقول أنا لما أكبر أريد أن أصبح سائق حافلة جاد كان حاملا جاد كان حاملا كاميرته ويلتقط الصور الفوتوغرافية للجبال I'm going to be a photographer قال أنا سوف أصبح مصور إذن ركزوا أيا عزيز يريد أن يصبح سائق حافلة جاد يريد أن يصبح مصور فوتوغرافي What are we doing here anyway طوم قال ماركوس قال ماركوس ما الذي دفع له هنا يا طوم We are all going to go skiing طوم replied رد علي طوم قال سوف نذهب أو سوف نذهب جميعنا للتزلج Yes I am good at skiing قال ماركوس قال ماركوس نعم أنا جيد في التزلج Me too قال باولو قال باولو أنا أيضا جيد في التزلج I'm going to be a ski instructor when I'm older نانا تبهلي باولوج قال قال أنا رح أكون مدرب تزلج عندما أكبر What are you going to be when you are older جوني ما الذي سوف تكون عليه عندما تكبر يا جوني سأل جاد I don't know I said قلت له أنا لا أعلم سنانا يعني اللي يديره القصة هو جوني Just remember جوني قال توم فقط تذكر يا جوني You are going to go down a blue road انتبه لنا يا طلاب سوف تتزلج على انتبه لنا ال blue road ال blue road معناها الطريق العزرق يعني انت رح تكون أو رح تتزلج فقط على الطريق العزرق That's the one of the beginners هذا الطريق العزرق هو اللي مخصص للمبتدئين Paolo and I are going to ski down أنا و Paolo سوف نتزلج The red road على الطريق الأحمر Said Marcos قال Marcos That's more difficult فستنتبه لي الطريق الأزرق للمبتدئين الطريق الأحمر شوية يكون أكثر صعوبة يعني للمتوسطين And nobody is going to go down a black road ولن يذهب أحد على الطريق الأسود قال Tom They are the most difficult إنه الأكثر صعوبة إذن الأسود هو الأصعب اللي مع المحترفين Blue, red, black I said to myself That's confusing قال أحمر أزرق أسود هذا الشيء مشوش ما رح نقدر نفتهمه We got on the lift صعدنا على هذا اللفت اللي هو المصعد That takes people up الذي يرفع الناس للأعلى The mountain أعلى الجبال I was sitting next to Jad وكنت أجلس مجاورا لجاد This is so beautiful He said قال هذا الشيء جميل جدا I am going to take lots of photographs سوف ألتقط الكثير من الصور الفوتوغرافية He took out his camera أخرج كاميرته And started taking photographs وبدأ بالتقاط الصور After a few minutes بعد عدة دقائق I saw the sign telling us Get off the lift رأيت علامة تقول أخرجوا من المصعد Jad I said We are going to get off here قلت سوف نخرج من هنا Yeah, okay He replied رد علي حسنا I just need to take one or more photograph أنا فقط أحتاج أن ألتقط صورة أخرى I got off the lift and kept on moving خرجت من المصعد وبقيت التحرك I looked up and Jad was still sitting down نظرت للأعلى ولا زال Jad جالسا Jad You need to get off Jad took his photographs and tried to slide off the lift Jad عليك أن تخرج أخذ Jad صورته الفوتغرافية وحاول أن ينزل من المصعد But it was too high لكن كان الارتفاع شديد جدا and he landed on his back وسقط على ظهره He wasn't hurt but it was covered with snow لم يتأذى لكنه كان مغطى بيت الجليل This is not very good start He said قال هذه ليست بداية جيدة We started to ski down the mountain بدأنا بالتزلج على الجبل and we were having lots of fun وكنا نحظى بالكثير من المتعة We sometimes fell over بعض الأحيان كنا نقع but it wasn't steep لكنه لم يكن انحدارا قويا and we weren't going very fast ولم نكن نذهب بطريقة سريعة جدا Let's race قال جاد فجأة دعونا نتسابق and he skied past me وتزلج مجتازا إياي Wait I shouted صرخت انتظر I wasn't fast enough لم أكن سريعا بما يكفي and جاد disappeared down the mountain واختفى جاد بين الجبال After a few minutes بعد دقيقتين I reached the sign وصلت لعلامة It showed the blue road عليها اللون الأزرق احنا ذكرنا بداية القصة ان الطريق الأزرق هو الطريق السهل الأحمر شوية أصعب والأسود هو الأكثر صعوبة It showed the blue road to the left هذه العلامة الزرقة على اليسار and the black road on the right والطريق الأسود على اليمين I tried to remember what Tom had said حاولت أن أتذكر ماذا قال Tom عن هذه العلامات About the colors I think Tom said the black roads are easy I think Tom said the black roads are easy اش قال بينه وبين نفسه قال اعتقد انه Tom قال ان الطريق الأسود هو الطريق الأسهل في حين انه نعرف ان الطريق الأسود هو الطريق الأصعب and I started skiing again وبدأت بالتزلج مرة أخرى I screamed suddenly I was skiing down very steep hill كنت أتزلج على هضبة منحدرة جدا and there were trees everywhere وكان هناك الكثير من الأشجار I was going so fast كنت أسير أو كنت أتزلج بسرعة كبيرة جدا I was overtaking lots of other skiers وكنت أتجاوز الكثير من المتزلجين الآخرين I wanted to stop but I didn't know how أردت أن أتوقف لكنني لم أعرف كيف أن أتوقف Then I saw a sign that said finish ثم رأيت علامة تقول النهاية Tom and other boys were standing next to the sign Tom والأولاد الآخرين كانوا يقفون بجانب هذه العلامة and they looked very surprised ونظروا بتعجب كبير When I skied past them عندما اجتستهم Finally I stopped وأخيرا توقفت Amazing said Paolo قال Paolo مذهل You won the race Johnny لقد فست بالسباق يا جوني قال ماركوس قال ماركوس What race I said قلت أنا أي سباق Congratulations said a man and put a gold medal around my neck قال رجل Congratulations معناها مبارك ووضع ميدالي ذهبية حول عنقي I think I know what you are going to be when you are older أعتقد بأنني أعرف ماذا سوف تكون عندما تكبر سوف تكون متزلج محترف هذا كل ما يخص القصة لاحظنا أنه من خلال القصة بالبداية هو ما كان يعرف أنه اللون الأسود هو اللون الأصعب من حيث التزلج راحلة بدون ما يعرف أنه هو هذا الطريق الأصعب يعني راحلة بالغلط لما اندخل بي شاف أنه نفسه أنه يتزلج بسرعة كبيرة جداً وبالحظ فاز بالسباق متخطي متزلجين محترفين وفاز بالميدالية الذهبية هذا ما يخص القصة الآن نحاول نحل الأسئلة المتعلقة بهذه القصة اللي موجودة في بداية القطعة شي يقول يقول لي ذكرنا بالقصة أنه بالحافلة كانوا يحشون عن الألوان ما الطرق فهو اللي هو الطرق اللي راح يمشون بها أثناء التزلج لماذا لم يخرج جاد من مصعد التزلج ذكرنا أنه ما طلع بسرعة لأنه كان يلتقط الصور الفتغرافية ماذا حدث لجوني؟ ما الذي حدث لجوني؟ قلنا أنه جوني بالصدفة دخل السباق وفاز به فأقول بالصدفة دخل السباق وفاز به هذه الأسئلة ليس الأسئلة الطيقة شفوية بداخل الصفكة تحضير يومي أما الأسئلة اللي ممكن تجينا بالامتحان التحليلي موجودات تمرير رقم 2 تمرير رقم 1 كالعادة يقول لي ما هو عنوان القصة؟ قلنا أنه عنوان القصة The Alps اللي هي جبال الألب الكاركترز الشخصيات مثل كل يونت جاد جوني عزيز باولو ماركوس إلى آخره وماذا تتحدث القصة عن جوني و أصدقائه جوني و أصدقائه جوني و أصدقائه اللي هم بعطلة ذهبوا للتزلج و جوني فاز بالسباق لماذا أحبت القصة لماذا أحبت القصة لماذا أحبتها كالعادة هنا يكتب الكلمات الجديدة لتعلمها من خلال هذه القصة هذا مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحرير وامتحان الشفوي أما تمرير رقم 2 ثانيا ما اللون المناسب لكل طريق سباق بالنسبة للطريق الأسهل الأزرق الديثيكلت الصعب اللي هو الريد الأحمر أما الأك أكثر صعوبة البلاك الأسود الطريق الأسود هذا غير مهم بالامتحان التحرير وامتحان الشفوي المهم هو تمرير رقم 3 تمرير مهم جدا 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 بالامتحان التحريري هنا يقول لي ما الذي سوف يكونون عليه عندما يكبرون هؤلاء لهؤلاء؟ قلنا عزيز شين رح يكون عليه بالمستقبل؟ ذكرنا أنه عزيز رح يكون باس درايفر زيان جاد جاد رح يكون فوتوغرافر مصور باولو باولو رح يكون سكي انستركتر مدرب تزلج أما جوني لا تعرف جوني منسئلوه قلوا ش تريد تكون بالمستقبل؟ قلهم أنا ما أعرف ما الذي سوف يكون جوني تكون بالمستقبل؟ يقول لك زيان الأولاد اش قالوا عننا؟ لما يكبر ش رح يصير؟ قلنا رح يصير بروفيشنال سكيار يعني متزلج محترف ما الطرق التي قال الأولاد أنهم سوف يذهبون عليها؟ أو سوف يتزلجون عليها؟ بالفداية مو اللي راحوا لها اللي قالوا ان رح يرحوا لها جوني قال لهم أنا رح أروح على البلو على الأسهل اللي هو الطريق السهل وباولا وماركوس قالوا إحنا رح نروح على الريد على الطريق الأحمر باعتبارهم مشوية يعرفون أما جوني أبد ما يعرف ومع ذلك جوني بعد قليل أو بعد فترة راح على الطريق الأسود اللي هو الطريق اللي بي سباق وفاز بالسباق ليش كان جوني مندهش؟ قلنا أنه كان مندهش لأنه راح يعني صدفه راح للطريق اللي بي السباق الطريق ما نمحترفين وفاز بالسباق ذهب بالطريق الصخاط وبالصدفه دخل هذا السباق لماذا لم يتوقف جوني؟ قلنا أن جوني حاول يتوقف بس ما قدر ليش لأنه ما كان يعرف ما كان يعرف شون يتوقف لم يكن يعرف لم يكن يعرف هنا سؤال موجه إليك عزيز الطالب يقول لك هل ذهبت للتزلج من قبل؟ إذا كان لجابتك يس كيف كان يبدو الأمر؟ إذا ما رايح قبل هل تود أن تذهب؟ لماذا لا تريد أن تذهب؟ لماذا لا تريد أن تذهب؟ مثلا قلنا لا، لم أذهب للتزلج أريد أن أذهب للتزلج وأريد أن أذهب للتزلج في يوم من معا لأنه يبدو الأمر ممتئ بالنسبة إليه هذا ما يخص الأسألة المتعلقة بالقصة أسألة مهمة جدا تجيك بالامتحان التحريري وامتحان أخير السنة بامتحان الشهري وامتحان أخير السنة سوف تكتبون هذه الإجابات بالدفتر وتحفظوها لأنهم مهمة جدا بالامتحان التحريري هذا كل ما يخص درسنا لهذا اليوم لاحظنا أن ندرس مجرد قصة وأسألة متعلقة بالقصة وضحنا القطعة شرحنا مفرداتها حلل الأسألة المتعلقة بها وعرفنا الإستاذ ما سيكون في داخل الصف وشلون نقدر نجاوب عنها شكرا لمتابعتكم بالفيديو أي سؤال أو استفسار أو وظافة تحبون أن تقدموها تقدرون أن تتواصلون على حسابات المجدد في الفيديو في الوصف ترجمة نانسي قنقر